أعلنت وزارة التجارة أن معرض بغداد الدولي بدورته السابعة والأربعين سيفتتح اليوم بمشاركة ثمانمائة وخمسين شركة مختلفة من عشرين دولة الوزارة بيّنت أن ثمان دول عربية واثنتين عشرة دولة أجنبية ستشارك في المعرض أبرزها السعودية التي ستشارك بمائة وأربعين شركة وإسبانيا والهند وباكستان وأندونيسيا مشيرة إلى أن المعرض سيستمر عشرة أيام ابتداء من يوم افتتاحه